ما يحصل في سوريا اليوم كان مقدراً له أن يحصل والمسألة كانت مسألة وقت وهو جزء من مخطط إعادة ترتيب النفوذ في منطقة الشرق الأوسط وهو الذي قال عنه نتنياهو نعمل على إعادة بناء خرائط جديدة في منطقة الشرق الأوسط الجديد هذا التصريح قيل في بداية الحرب لذلك بمجرد أن تمت الهدنة على جبهة بيروت وبلا مقدمات ظهرت التنظيمات الإرهابية في سوريا بقضية ملفتة للانتباه وقدر لها أن تظهر بأمر وأن تمارس دوراً مثل ما مرسوم لها الكل يجب أن يدرك وأن يعرف وهذه ليست عصية على الفهم أو ليست تحتاج جهداً كبيراً حتى تفهمها اليوم الحرب في سوريا بالأمس كانت في بيروت ما زالت في غزة غداً أين ستصبح وأين ستمسي لا أحد يارف هذه الحقيقة التي يجب أن تدرك أنه لا أحداً بمنأة عن هذه الحرب لأنها تقاد من قوى ودول لديها مخطط في هذه المنطقة وهذا الكلام تم التبشير به والقول به من سنوات ولكنه حصل منذ 7 أكتوبر وسوف يستمر لذلك المطلوب الآن موقفاً في سوريا أو تجاه سوريا أو مع سوريا مختلفاً تماماً عن المواقف التي حصلت في لبنان أو غزة وأنا أقول المواقف في غزة أو في لبنان أو تجاه هاتين القضيتين لم يكن بالمستوى المطلوب لكن هذه المرة القصة ليست سوريا وحدها الكل سيكون مستهدفاً في المنطقة ولذلك تحتاج الابتعاد عن العواطف والابتعاد عن التراخي والابتعاد عن الدبلوماسية التي تقبل الإجتهاد وأكثر من معنى لا بد من موقف سياسي رسين وبناء وحدة حقيقية للموقف أمام هذه التداعيات المضحك المبكي في هذه القضية أنه تنام تقعد الصبح تلقي مسلحين وقد احتلوا محافظات في سوريا هذا الأمر حصل في العراق نعم السيناريو يعيد نفسه ولكن المضحك بالأمر والمبكي في ذاك الوقت أن تركيا وإيران وروسيا وأمريكا كلها تقول نحن مجتمرون بدعم سوريا أي دعم هذا الذي تتحدثون عنه ولا أحد كان يراقب ماذا كان يجري هذه الاستفهامات في هذه القصة راح تير جدلاً كبير معقولة المنظمات الإرهابية والمتطرفة ما زالت حتى هذه اللحظة تمتلك هذه الأعداد وتمتلك هذا التسليح وتمتلك هذه القدرة والمقدرة أن تغير بلدان وحكام وأن تستولي على مدن مع وجود قوات دولية وأقليمية يقال عنها أنها قوية جداً ما هو القادم ما هي السيناريوات التي يجب أن تقرأ بدقة وما هي الحكمة في التعامل في قيادة هذه المرحلة ترجمة نانسي قنقر